الآن إلى نافذتنا على مدينة ولاة التي تحتضن النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة زار وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد المحم موقع تيزغيت الأثري الواقع على بعد ثلاث كيلومترات غربي مدينة ولاة وطلع الوزير على ما دون من طرف الباحثين والمؤرخين حول هذا الموقع الأثري وأبرز الحقب التي مرت بها مدينة ولاة والمدن الأثرية المجاورة كمدينة تنبكتو تحتضن مدينة ولاة التاريخية العديد من المكتبات تزخر بآلاف الكتب والمخطوطات الثمينة يعود عمرها إلى قرون خلت وتجمع هذه الكتب والمخطوطات فنونا مختلفة تضم العلوم اللغوية والإسلامية كما تشمل علوم الفلك والطب ومجالات أخرى عديدة نتابع تفاصيل أوفافي سياق التقرير الثاني ولده وتنبض الحضارة مدادا مخلدا على قراطيس عمرها عشرات بل مئات القرون تماما كما يتنفس التاريخ من عمرانها والزخار فيها الشاهدة على حضارات أمم قد دخلت ولم يبقى إلا آثارها أو ما تركت من مخطوطات ثمينة تجمع فنونا شتى منها العلوم العربية والإسلامية كالنحو والسيرة واللغة والأدب ومنها فنون أخرى كالحساب وعلم الفلك والطب يرجع وصل بعض هذه المخطوطات إلى القرن الرابع الهجري ككتاب المسعودي في تاريخ العرب سنة خمس وثلاثين ثلاثمائة للهجرة ولعبت رحلات الحج دورا بارزا في استجلابها وتتداول ذاكرة الجمعية الموريتانية قصصا أسطورية لإنفاق الموريتانيين القدماء الأموال الطائلة لذلك الغرض ولا ته وثلاث مدن أثرية أخرى حفظت لموريتانيا عددا هائلا من المخطوطات النادرة زاد بحسب الباحثين على أربعين ألف مخطوط موزعة على زهاء سبعمائة مكتبة ما يزال بعضها ملكية خاصة لأحفاد سكان المدن القديمة التي تعد ولاتها بالحوض الشرقي إحدى أبرزها فيما وضعت الدولة الموريتانية مؤخرا يدها على عدد من هذه المكتبات فأضحت ملكا عاما كما عالج المعهد الموريتاني للبحث العلمي بن واكشوط عددا من هذه المخطوطات وآوت عددا منها متاحف البلاد ورغم قيمة هذا المخزون التاريخي والعلمي إلا أن واقعه ما يزال يحتاج مزيدا من العناية وفق باحثين ومنذ بداية العقد الحالي دأبت السلطات الموريتانية على تنظيم مهرجان سنوي لهذه المدن الأربع المصنفة على لائحة التراث العالمية من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو بهدف نفض الغبار عن هذه المدن وعن تراثها ومن جملته المخطوطات والتي لا تقتصر على مكتبات ولا تح ولا حتى على داخل البلاد حيث يجري الحديث عن وجود آلاف المخطوطات الموريتانية في الخارج بعضها محفوظ في المكتبة القومية بالقاهرة وكذلك في المكتبة الوطنية بباريس وفي تنبكتو بمالي